تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن أكدت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر أن الحوار مع قطر حول تنفيذ المطالب لحل الأزمة مع الدوحة يجب أن لا يسبقه أي شروط مشيرة إلى تقديرها لوساطة أمير الكويت في إعادة السلطة القطرية إلى جادة الصواب وما أعلنه عن استعداد قطر الاعتراف بالمطالب الثلاثة عشر والاستعداد للتفاوض حولها ذكرت وكالة الأعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع أن نحو أربعين فرد من مسلحي داعش بينهم أربعة من قيادات التنظيم قتلوا قرب مدينة دير الزور شرقي سوريا في ضربة جوية روسية وقالت الوكالة إن من بين القتلى أبو محمد الشمالي الذي يشرف على المقاتلين الأجانب في التنظيم قالت فرنسا إنها تدقق في أدلة جاءت في تحقيق أجرته الأمم المتحدة تظهر أن قوات النظام السوري استخدمت أسلحة كيميائية في هجمات متعددة في عام 2017 وقبله وقال رئيس الفرنسي مانويل ماكرون في شهر آيار مايو الماضي إن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا يشكل خطا أحمر ويتسبب في رد انتقامي أدت الهزائم المتتالي التي مني بها داعش في العراق إلى تضييق الخناق على زعيمه أبي بكر البغدادي ومحاصرته ضمن مساحة ضيقة في الأراضي العراقية بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس عن قبراء ومسؤولين وبحسب معلومات استخباراتية يخطط البغدادي لسلسلة هجمات إرهابية في أوروبا انتقاما للهزائم الأخيرة التي مني بها لرفع معنويات مسلحيه أعلنت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة الجمعة أن حصيلة ضحايا أعمال العنف في ولاية راخيم بغرب ميانمار قد تتجاوز الألف قتيل أي أكثر من الأرقام الحكومية بمرتين كما أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من ربع مليون شخصا من أقلية الروهينغا المسلمة دخلوا بنجلاديش منذ اندلاع دوامة العنف الأخيرة في ميانمار في شهر أكتوبر 21 الماضي ظهر إعصاران آخران في المحيط الأطلسي هما خوسي وكاتيا في الوقت الذي تسبب الإعصار العنيف إيرما بقتل وجرح في جزر الكاريبي وبرتوريكو متجها نحو السواحل الأمريكية وقتل شخصا في بورتوريكو جراء إعصار إيرما المصنف من الدرجة الخامسة بعد أن أودى بحياة أربعة آخرين في بيرجين آيلانز الأمريكية وأحدث دمارا واسعا فيها أكدت السلطات المكسيكية الجمعة وقوع موجات مد بحرية تسونامي إثر الزلزال العنيف الذي حدث قبالة سواحل جنوبي البلاد فيما لقي إثنان مصرعهم جراء الزلزال نهاية الموجز في أمان الله